أعلنت مكافحة المخدرات عن إحباط محاولة تهريب أكثر من ثلاثة ملايين قرص من مادة الانفيتامين مخبأة داخل شحنة فلفل هذا وتقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمجموعة من المهام أبرزها وضع الخطط لضبط المهربين والمروجين والتنسيق مع إدارات مكافحة المخدرات بالدول وإحباط عملية التهريب وتعقب عصاباتها داخليا وخارجيا والرقابة على التجارة المشروعة للمواد الخطرة بالتعاون مع وزارة الصحة هذا وقد قررت أشد العقوبات لمهرب المخدرات في المملكة لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة